بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتيه اليوم غادي نعطيكم واحد صغر بانية للقبول والهيبة والسمع والطاعة فيما مشيتي تكون مقبول فيما مشيتي تكون عندك واحد المحبة وواحد المودة سبحان الله يكون عندك حجاب قوي للمحبة في رجب وفي طيلة العام اللي درسي في رجب ما تحيديه حتى الرجب إن شاء الله بطوال عمركم إلى رجب المقبل إن شاء الله ولكن تنتمنى لكم الصحة والعافية في هذا الشهر شهر الكريم شهر سبحان الله له طاقة إيجابية له طاقة رحمانية سبحان الله غادي عطيكم الله واحد النصرة واحد القبول واحد الهيبة واحد الطاقة إيجابية إن شاء الله اللي غادي تعطيكم هاد تسخير أو هاد القبول للهيبة والقبول البنت اللي ما عنداش قبول البنت اللي ما تتزوج البنت اللي دائما عندها قلة الثيقة في نفسها والبنت اللي تتكون دائما محبطة تتقول لك أنا كل شي فيها زوين وخدامة وكل شي ولكن ما عنديش قبول الزوج اللي تيكون عنده مشاكل مع الزوجة دياله بدون سبب ما تتكونش عندها القبول تيكون طالع ديالها ناقص طالع دياله تيكون ناقص بالأسحار والعين والسحر إذن هاد الفيديو يستحق منكم أنكم تحط لنا واحد لايك وتدعمونا وتفعلوا الجرس وتابونو خير منكم إلا دعمتونا وخليتونا نزيدوا معاكم القدام إذن تنتمنى لكم يا ربي يعونكم سيدر بفخفة إذن اليوم غادي نحضروا إن شاء الله باش غادي تكتبوا بالزعفران والمسك والماء الزهر تتمى ميداد روحاني ميداد روحاني فيه طاقة إيجابية طاقة ربانية ما تسمعوش أنكم ميداد روحاني أنه فيه طاقة أو طلاصم أو أي حاجة فيه غير حاجة زوينة لتطلع لكتباء لتطلع هذا التسخير اللي بغيتيه أنتيا يخدم ليك طيلة العام ولكن على نيتكم ترزقوني إذا كنتوا عندكم محطيقة في نفوسكم في الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم غادي ديروا هذه الوصفة أنتما وعندكم يقين بأنكم غادي تنجحو فيها ولكن تكوني على وضوء تكوني على الطهارة تكوني أنك باغى إذا نحضر ميداد روحاني ميداد روحاني ما تسمعوش بأن ميداد روحاني ها فيه طاقة سلبية أو فيه كلام تلاسم فيه غير طاقة زوينة اللي تيبغيوها الملائكة إذا ماء الظهر مع قليل من الزعفران مع القصغيرة ديال الزعفران والمسكة الحرة أو المسك إلا ما عندكمش المسكة ديروا قطعة مسك المسك اللي غادي ميداد روحاني إلا بغيت تكتبوه به هذا الحجاب غادي إن شاء الله بحول الله تخليه 12 ساعة ومرقد عادة تقدروا تستعمله إن شاء الله ميداد روحاني هو من الزعفران المسك المسك الزهر إذا غادي نعطيكم أديروا لي بحلكة حلكة وغادي إن شاء الله نحط فيه قطعة قطعة مسك قطعة مسك بعد نديروه يقدر يدوب أو ما يدوب يأخذ طاقة المسك غادي بقاها 12 ساعة ومن بعد غادي تكتبو به هاد الورقة إن شاء الله هاد الورقة اللي غادي إن شاء الله تكتبو فيها هاد الحجاب بصورة من أعظم الصور اللي غادي إن شاء الله تعطيكم قبول وتعطيكم تعطيكم قبول وتعطيكم طاقة إيجابية لا في العمل لا في الزواج لا في أي حاجة إذا غادي تاخدوا ورقة بدون سطور على نية تكتبوا هذا الحجاب حجاب رباني لجلب ما تريد غاليتاخد واحد العود بحالك عود باش تكتبيه يكون قي وعلى نية أنك يبغي تدري هذا القبول للهيبة والقبول للسمع والطاعة للعمل للزواج أنك تكون منصورة أينما رحتي بحال النساء اللي تمشيوا عند أهل الزوج ولكن ما تكونوش تبغيوهم ما تكونوش تقبلوهم غادي تزيب معاك ولكن حاجة وحدة اللي خاصتك تحتاطي منها أنك توضعي في بابي علي من يوم أو تحصنيه على نية إلا دخلتي به لأي مكان بحال الدوش أو المراحل ما الأحسن تخليه في الحقيبة ديالك ما تدخليش إذن غادي نحاوله إن شاء الله بحول الله غادي الورقة غادي تتخلي المسك المسك الأبيض وغادي تحكي الورقة الورقة غادي تحكيها على نية أنك بغا تعطيها طاقة إيجابية من البخور أو تبخرها ببخور طيب أما هذا المداد الروحاني غادي تحاولي أنك تخليه 12 ساعة على التخضي هذا العود هذا العود وتكتبي به تكتبي به على نية أنك بغا تجلبي القبول ولكن تكوني على طهارة طهارة تامة تصلي ركعتين للتصخير وعلى نية أنك بغدري الحجاب ديالك بنفسك حجاب من كلام الله ثقة في كلام الله وإن شاء الله غادي يكون عندك واحد تصخير رائع بعد ما تصلي وتصلي على سيد الخلق وتصلي الصلاة الإبراهيمية سبع مرات تصلي على سيد الخلق بالصلاة الإبراهيمية ومن بعد أتستغفري إن شاء الله العدد اللي يبغيتي وغادي تشعي في الكتابة أي وقت غادي تكتبيه إما مع طلوع الشمش وإما مع الفجر وإما من مورا العشاء تقدري تكتبي هذا الحجاب لأنه غير فيه كلام الله ولكن الأيام الأوقات الزوينة اللي خاصتك تكتبي فيها هي هذه إذن غادي ناخد هاد المسك ونمسح هاد الورقة مزيان حالكة نمسحها على نية الهيبة إلا عندك شخص معين بغادي تحطي معاك هادك الشخص للهيبة والقبول تكون محبة بينك وبينه يكون عندك تصخير معاه سبحان الله غادي يكون تصخير هاد العود ونكتب به هاد العود غادي نكتب به أول حاجة شنو خاصني نكتب غادي نقول بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم غادي نكتب الصلاة الإبراهيمية اللي نصلب بها في الصلاة الصلاة الإبراهيمية غادي تكتبها مرة واحدة وغادي بحول الله وقواته غادي تكتبي صورة النجم صورة النجم كاملة صورة النجم غادي أحاول أنك ترقي تكتب حالكا بكلام عادي لكلمة متقاطعة لتجعجة وانتي تكتبي بسم الله الرحمن الرحيم وستحاولي أنك تكتبي بهذا العود إذن بعد ما كتبنا البسملة مرة واحدة ومن بعد غادي إن شاء الله بحول الله وقوتي صلاة الإبراهيمية مرة واحدة ومن بعد غادي نقرأ من بعد غادي إن شاء الله نكتب صورة النجم كاملة وغادي نختم غادي نختم بصلاة الإبراهيمية إذن مرة وحدة غادي نكتبها هنا ومن مرة الأخرى غادي باش نكمل صورة النجم كاملة سنكتب صلاة الإبراهيمية كاملة كل شيء سيعرفها سبحان الله الصلاة الإبراهيمية تتحل العقد وتتجيب القبول لها طاقة إيجابية وفتح القريب ولها تسخير سبحان الله الصلاة الإبراهيمية سنكتب الورقة سنقرأ لها صورة النجم سبع مرات سنقرأ لها صلاة الإبراهيمية سبع مرات سنقرأ لها البسملة 19 مرات سنقرأ لها صلاة الإبراهيمية سبع مرات سبع مرات صورة النجم بعد الكتابة سنقرأ لها صورة النجم سبع مرات ستجمع الورقة وغادي تبخرها بخور طيب بخور طيب وغادي ان شاء الله ديما تردي بحلقة الوقت اللي تدري الحجاب ديما تردي هاكا 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 حلقة تردي هدا حلقة ولكن يكون عندك يكون عندك واحد سكوتش واحد سكوتش او سلوفان او بابياليوميوم وغادي تجمعي هاد الحجاب ديالك بعد غادي تكتبي الاسم ديالك هنا هتكتبي الاسم ديالك هنايا هنا تكتبي فلانة بنت فلانة للتصخير والهيبة والقبول مع اولاد ادم اولاد حواء تصخير الهيبة والقبول والسمع والطاعر مع جميع الناس نساء ورجال الى عندك شخص معين غادي تكتبيه هنا ان شاء الله اذا حجاب بصورة النجم من اخطر الحجابات اللي غادي ان شاء الله ديروهم ولكن ديروه بابياليوميوم على نية أنكم بغيتوا الهيباء والقبول إن شاء الله هذه الوصفة تعجبكم وتعطيونا طاقة إيجابية وتخليوا لي لايك والدعم والصلاة على الحبيب في التعليقات وإن شاء الله سيكون عندكم فرج قريب إن شاء الله حاولوا تخليونا واحد لايك والدعم وبارتاجيو هذا الفيديو لعل وعسى ربي يعونكم ويعطيكم سؤالكم في كل الأمور إذن بحق محمد وآل محمد حاولوا أنكم تديروا هذه الوصفة على نية تسخير فهد رجب وغير يكون عندكم إن شاء الله طاقة إيجابية بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته